بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ نتحدث عن مظهور الكمتون سنبدأ نتحدث في الدرس الثالث عن الفصل الخامس فنصق الله تأثير كده ان انتوا تفهموا الامور ماشي ازاي طيب احنا مفروض اول ما بدأنا فصل الخامس بدأنا ازاي الفرق بالفيزيك كلاسيكية والفيزيك الحديثة وخلصنا من الموضوع ده بعد كده دخلنا في منحانة بلانك وبدأنا نتحدث عن منحانة بلانك وتفسير بلانك ده هو بدأ يوصف لك ان الضوء عبارة عن جسائمات صغيرة اسمها كم كوانتم او فتون وتخيطها ايتش نيو وبدأ يقول لك شئ خصوص بعد كده دخلنا على امبوبة عشاعة الكاسود وعرفنا ان دي الامبوبة بتاعت التلفزيون والامور كانت طيبة وزي الفل وشعق الكتروني وده وكانت شفاها مشكلة المشكلة اللي كانت ازالية وكانت عملت يعني هانتكو كلوكو بلحسة اثناء في الاسئلة هو الجزء بتاع التأثير الكهروضوي ولكن الجزء بتاع التأثير الكهروضوي انت لازم تعرف فيه ثلاث معلومات مهمة المعلومة الاهم ان فيه شرط لازم يكون معاك انت من الاخر رايح تأجر بسكريبتاب او عجلة فانت في الاول وفي الاخر عشان تأجر العجلة انت محتاج تدفع الايجار بس الاول بعد كده بقى العجلة ليه بالكهربا فانت محتاج تشخن كهربا بالباقي فهو الفكرة كلها ان انت الفوتون لو مع الحد الادنى من الطاقة اللي يقدر يخدها الالكترون هذا اسم ليك الشغل فهي موضوع والباقي الطاقة بتاع الفوتون بتروح فين وحصل لنا بالباقي الطاقة حركة فهو لا يعقش اصلا الطاقة اذا لم يعقش اتحدي الادنى من الطاقة يعني انه مثلا او ليكن بمية جنين فان معايا خمسين هارف اشتريه لا لو طاقتك اقل من الطاقة دلة الشغل او تراددك اقل من ترد حركة لعمل اي حاجه باي حد. طب لو شرط التحقق في حاجته الم Ellen بيحصلوا. تزوّد 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 شدّة يعني عاددت تزوّد عدد وتزوّد طاقة. تاني تزوّد تزوّد يعني عدده تزوّد عدد. وتزوّد تزوّد طاقة. يعنا يا صح? اجاب لك سرية شدّة فأنت بتتكلم عالعدد. نتكلم مع بعض في العدد. ولكن هم يدرّ نيك في مؤسسة و سرعة وتولвод quien interesante. والستدة كلّ لأُ ساعتها طاقة تزود طاقة. تمام؟ نجمع للنقطة الأهم والنقطة الأخيرة بقى الدرس الثاني أبسط بكتير من الدرس الأولاني حتى كرس المفاهيم فعلا 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 هتفيدك. فتعالوا نتكلم على ظاهرة كومتون. هو دي ممكن بأقوى حاجة فيها أصلا. ظاهرة كومتون ومش صعبة يعني. ظاهرة كومتون. ايه ظاهرة كومتون دي? هي هو واحد اللي اكتشافها اسمه كومتون. هو الرجل قال لك ايه? قال لك ان انت لو عندك إلكترون حر واستضم فيه فوتون من أشعة ا اكس او جاما. فوتون طاقته قادرة شوية. من فوتون من أشعة اكس او جاما. الصدم بالالكترون الحر ده. ايه اللي يحصل? قال لك والله يعمله زي كورة بليارد. بمعنى صح الالكترون هتزداد سرعته ويغير اتجاهه. ثاني يعني ده الكترون مشتب. حلو الكلام ده? وده الكترون حر. اللي يا رب اللي ما يركز معي يعني مش عارف هادة عن ايه واقول ايه بقى خلاص مش هادة عن حد. يا رب اللي يركز معي يخش الجنة. فلو خدت بالك دلوقتي لو صليت عن اما عليه الصلاة والسلام. يبقى لما اصدام فوتون من أشعة اكس او جاما بالكترون حر. ايه اللي حصل? الالكترون خد جزء من الطاقة بتاعت الفوتون. فبالتالي يا شباب اللي حصل اللي حصل من الالكترون اتخبط فانحرف عن اتجاهه وفي نفس الوقت ايه كمان اصرع اا او اتصرعت يعني خدت سرعته زادت. وفي نفس الوقت الفوتون طاقته قلت. فمعنى كده ان الطول الموج بتاعه ايه زاد. وخليك حافظها مبدأ طاقت زي طردود زي طول موجي ال. قول تاني يا اله يا رب اللي ما قلش معايا هني يقرعها. طاقت زي طردود زي طول موجي ال. يبقى كمان مرة. ها تاني انطق معايا كده ها. طاقت زي طردود زي طول موجي ال. فلو خدت بالكو هو انت bullied жидanza جزء من طاقتك. فطبيعي ان طاقت好لت. وطبيعي ان هو طاقته ايه زادت. عشان كده لو خدت بالكو ايه يحصل. يبقى عند اصطدام فوتون. من اشعة اكس او. جامع اهي على الالكترون هر. اللي حصل اللي حصل ان الالكترون بتزداد سرعته تزداد سرعته ويغير اتجاهه. اما الفوتون ايه واع تجي بص اجي ده هتحطها القعدة عامة. الفوتون لو جيت جامع سرعته يبقى انت كافر في الفيزياء الحديشة دي. جماعة سرعة الفوتونات سرعة سابتة سرعة الضوء. يعني سرعة الفوتون بتاع اشعة اكس زي سرعة الفوتون بتاعة اشعة جامع زي سرعة الفوتون بتاعة اه اشعة تحت الحمراء. ما يفرقش معك اي حاجة. كلهم سرعة سابتة سرعة الضوء. فانت مشاتيك جنبهم. فلو قالت بالك الالكترون هتزداد سرعته وغير اتجاهه. اما الفوتون يقل تردده. يعني يقل ضدده. بص. وهيقل كل حاجة. بينهم وبن بعض كده. هيقل كل حاجة. ما عدا كم حاجة هقولهم لك. ما عدا حاجتين يعني. فالفوتون يقل تردده. ويغير اتجاهه. طب انا استفدنا ايه من ظاهر الكمتون? خبه لك من النقطة. انت دلوقتي لو انا اسلام. قالك حاجة. فانت شاكر في اسلام. قلت بصبتلي. فسبتت لك مرة. واثنين. وثلاثة. هتصدقني او لا. منطقي ان انت هتصدقني. اول حاجة اثبتنا فيها. ان الفوتون يتكون من جسيمات. اول حاجة بدأنا بيها منحنة بلانك. تفسير منحنة بلانك هو اللي فرض الفردات دي. فاخدنا التأثير الكهروضوئي. ففعلا فعلا اكيد هي جسيمات. لان لو هي لو هي مش جسيمات. وموجات كانت اتخدت فترة تجميئة. يعني اتخدت وقتي كانت ساعتها لما ترجع بتأثير الكهروضوئي بقى. جيت سألتني طب ليه مش فادي وفادي يجوا مع بعض يفكوا الالكترون. قلت لان كل فوتون ايه? لوحده. كل فوتون بالكترون. ما ينفعش يبقى يجي فوتونين. طب لو اجي عشرين فوتون خبطوا في نفس الالكترون. كل واحد بيخبط لوحده. فبالتالي كل واحد مشارف يفكوا اثبتت لك ان فيه فوتون اصلا. هنا بقى الظاهرة دي هي اللي قطعت الشك باليقين. اثبتت ان الفوتون جسم. ليه? لان الفوتون انت طالما جسم يبقى انت هتخبط في الحاجة وتأثر فيه. مع كامل احترامي ديكي روح تراع لصاحبتك وروح تبيديها بقى كده فاهمني فانت في الحالة دي ايه? اثبت فيه. وهكذا برضو. الفوتون لما كان طاقته عالية خبط في الالكترون فهير سرعته وهير اتجاهه. يعني معنى كده عمل تأثير. اذا اثبت ان هي ايه? اثبت ان هو جسم. عشان كده ظاهرة كومتون هي الظاهرة التي تصف او تصف الصفة الجسمية للفوتون. يبقى انت هنا اللي اثبتت الصفة الجسمية للفوتون ظاهرة كومتون. حلو الكلام? طيب. حلو الكلام. طب فيه واحد برضو السؤال ده. السؤال ده بص هو مش وجود. قولي نجد. معلش انا طاقتك. بس هو ازاي مش احنا بنقول تردد يزيد. طاقة زيد تردد يزيد طول موجي ايه? حلو. طول موجي هيزيد. طاقة زيد. طب حلو بقى بص 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 بص. هو فعلا طول موجي زياد. بص ياسطا. شايف طول موجي ده قد ايه? شايف بقى طول موجي ده قد ايه? بس لما كتبنا هاش هنا تحت. ما هو اصبر بقى اصبر ما هو هيسحلك. بص 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 حاجة. لعنى ما انا ببصت انا كنت زران باش رحيت لازاي. اقعد بقى اكتب للطالب كل الكميات الفيزيائية وقول له ده بيقل وده بيزيد وده بيزيد وده بيقل. لا. ربضا اكررني فكرة باشتها خالص. هقول هالك هتعرف مين بيزيد ومين بيقل. فاتكك على الصبر. اتقن. اتحض شغل نظيف. واحد لا بقى. ايه. لو خدت بقى لك يا يا شباب انا هنا استفدت ايه. اعني اتعلن الكلام كده اهو. لم تتمكن الفيزياء الكلاسيكية من تفسير ظاهرة كومتون. حلو? ليه بقى? بصوا شباب الفيزياء الكلاسيكية بالنسبة لها الدوق موجة. فمع كاميرا احترامي. ده مين? او ده مين? ده حاج حمزة. حلو? سقط الدوق عليه? فسقط ثم مرتد. يعني فيه شعاع ضوء يساقط? وفيه شعاع ضوء ايه? منعكس. عندنا مشكلة. فطبعا تبقى لتفسير النظرات الكلاسيكية ان الالكترون عائق يقابل الدوق. فطبيعي ان الفطون يسقط ثم يرتد. وشكرا على كده. ويفضل الالكترون ساكن. لكن ده ما حصلش. يعني مع كاميرا احترامي ديكو. لما تيجي تعمل التجربة مليون مرة. هتلاقي ان ده ما حصلش. هتلاقي الالكترون غير مكانه. لكن اللي حصل اهو. اللي حصل ان الفطون لما خبط في الالكترون. الالكترون اتشتت وراح في مكان تاني. والفطون الناتج. خذ بارك بورده من نقطة الحتة دي حتة شائكة شوية بس الحتة دي ده اصلها. بس اخواننا. هو انا مجازا بقول ان الفطون هو هو طاقته قلت. ولكن الشباب هو حصل تصادم. تاني. هو حصل تصادم بين الفطون والالكترون. فنتيجة التصادم تلع فطون جديد. بس طاقته قل. فاهمني? يعني تاني. هو دلوقتي ايه اللي حصل? خبطه? ده خبط في ده. فاهمني? فاهمني? فاهم الله حصل? الفطون اللي اتلع بقى نتيجة التصادم ده طلع فطون جديد بس طاقته ايه? اقل شوية. طب النقص اللي في الطاقة ده راح لمين? راح للالكترون اكتسبه في صور الطاقة الحركة. حتى الان شباب فيه مشكلة في الكلام ده? تاني. حتى الان حتى انا مشكلة في الكلام اللي انا مش شرحه ده? كله تمام? تاني. كله تمام? طيب. حد شرد? ازن كله تمام. صلى على ما عليسه اتصال بقى. قال لي طيب انا استفدت من الموضوع ده ايه? قال لي انت معنا كده اثبت. ان الفطون جسم. له كتلة وله سرعة وله كمية تحرك. انت فاهم يعني ايه كتلة ويعني ايه سرعة? يعني ايه كمية تحرك? اولا كمية التحرك الشباب اسمها بيقل. وهتلاقي في الكرس ما فيه مكتوب بي بس. طب كمية التحرك دي عبارة عن ايه بقى? كمية التحرك دي عبارة عن مظ. بل بتساوي ايه? او بي ال بتساوي ايه? مظ. طب يعني ايه بقى? خلينا وقعين شوقية دلوقتي. تمام? اه. خشي نتنمر على مين? نخشي نتنمر على ايه? سالي. او بلا تبلاش نتنمر على ايه? بعد بلاي عشان الموضوع الشريفة. خلينا نتنمر انا علينا. دلوقتي يا شباب. اه لقيت اتنين طلاب كده واحد منهم مية واربعين كيلو. واحد تاني خمستاشر كيلو. فكرت معنا صاحبنا. صحبت معش. المهم نرجع موضوعنا. واحد تاني مثلا خمسين كيلو. والتي اتنين جايين عليها جري. واحد مية واربعين كيلو. واحد مية وستين كيلو. دلوقتي اعسلك سؤال. وانا دلوقتي اخدي بلاك لحمزة. هاخبط في حد فيهم. لازم حد فيهم يخبطني. والاتنين ماشر من نفس السرعة. انا بالنسبة لي هفضل اخبط في مين? لو توقعت كده. حد يجاوب عليها. يعني الاحسن ان اخبط في مين? حد يفتح المايك ويرد. الاحسن اخبط في مين? خمسين. ابو خمسين كيلو ده الاحسن اخبطني. تبقى وسيطة. لكن لو ربنا بتاني بمية واربعين كيلو ده ده احتمالي احتمالي سافلتني. يعني احتمالي يخليني ما انا اسفالك سيفه هو واحد كده صح? دي فكرة. انت لو خدت بالك الاتنين بيجروا. فانت هنا عندك مية وعشرين مية واربعين كيلو بيجروا. وهنا عندك ستين كيلو بيجروا. فبالتالي كمية التحرك هنا امين اعلى. احتمالي مية واربعين كيلو. لبا كلما زادت كتلة الجسم. الزادت كمية التحركه وطاقة حركته وكله. طيب. تعالي على السرعة. دلوقتي يا جماعة مثلا. اتنين اتنين بدات كده زي الفل. اللي اتنين قد بعض تقريبا في الكتلة. بس واحدة جاية عليكي جري. واحدة جاية زي بالروحة كده بتقولك ها تحركت. مين اللي لو خبطتك هتأزيكي? اكيد البنهوتة اللي بتجري. صح? يبقى كلما زادت سرعة الجسم زادت كمية التحركه وطاقة حركته. يبقى كمية التحرك هي عبارة على حصل ضرب الكتلة في سرعة الجسم. كتلة الجسم في سرعته. عشان كده بقول لك ان البي الل بتساوي ايه? مض. بتساوي ايه? مض. يبقى صلى على اللي يشفع فيك. يبقى دلوقتي انا قدرت تفزهر الكمتون. اثبت ايه? اثبت الصفة الجسمية للفتون. ان هو الجسم اللي هو كتلة وله هو سرعة وله هو كمية التحرك. وقال لك كده تقدر تثبت ان قانون بقاء الطاقة بقى. قانون بقاء الطاقة. يقول لك الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن تحول من صورة الاخرى. طب ماذا بعد? يعني هو القانون بقول لك ان مجموع طاقتين الفتون والالكترون قبل التصادم. قبل التصادم. بتساوي مجموع طاقتين الفتون والالكترون بعد التصادم. قال لي طب اه ليه كده? يعني مش فاهمك. قلت لك يعني كل الوساطة طاقت الفتون اللي هي اتش نيو بتاعته يعني زائد. خلينا نقول الكي اي بتاعت الالكترون. هتساوي اتش نيو زائد الكي اي. قلت لك يا عاملوص. انت طاقت الفتون ولتكن عشرة. وتاقت الالكترون صفر. انت خبطت فيه. ايه ديته جزء من طاقتك? فبقى طاقتك كم سبعة? يبقى الالكترون خد منك كم? ثلاثة. فلما تيجي تبصي مجموع الطاقة قبل التصادم بتساوي مجموع الطاقة بعد الايه? التصادم. طيب قال لي ينفع برضو تطبق قانون بقاء اهو قانون بقاء كمية التحرك. قال لي يعني مجموع طاقتين الفتون والالكترون قبل التصادم. هتساوي مجموع طاقتين الفتون والالكترون بعد التصادم. طيب الحيط دي بقى ركزه باني هتساوي مجموع طاقتين فيها. يا رب انت وهو وهي تجيب تجيب كلية تفرز بيها اعتع عدائك. هنا بقى الا يحصل. انت كمية التحرك اسمها امي في. الكتلة في السرعة. فخلينا نكتب او امي في زائد امي سي. قال لي لا 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 اسألنا بس. امي اي في يعني دي كتلة الالكترون في سرعة الالكترون. طب مش معنى دي كتبت امي سي. لان الفتون سرعته سي. سرعة الضوء. ودي سرعة ثابتة. ثابتين هتساوي مض زائد ايه? امي سي. امي. ركزوا معي بها في الحيطة دي. كتلة الالكترون سبتة مهما عملت كتلة الالكترون في الاول في الاخر ورقم ثابت وحتى هو بتدورك في السوابت. وسرعة الضوء رقم ثابت واحنا حتى ما نثبته على الالة. معنى كده سرعة الالكترون دي زادت. زادت على حساب مين? حد يفتح المايك ويرود. قبل اقول لك ما حدش يفتح المايك. انا هاسأل. امر. منورانا يا دكتورة. منورانا شواندسة. يا ترى. ممكن انت عادت تاني. امش فاهمة. يا جدعان لو مش عارف بقى. يا جدعان لو مش عارف بقى. عيدني الاول تاني. هيا دي بس. تاني. انا دلوقتي قلت ان انا برضو. يا جماعة ماشي يا جماعة لو انت اسوأل بس فمش معنى انها مسجل معنى كده ان انت متقوليش ان ان انت مش فاهم. انا انا ده الفرق ما انا قدت لبقى سجل فيديو عشر روح الواحدة. طالما انت كده كده. انا سيبزق فتح زوم عشان تقدر تسألني ونقدر نتفاعل مع بعض ونرياكت كده ونتقنق مع بعض. تاني. هنا انا اقول في كمية بس جدعان. الطاقة سابتة. الطاقة اللي هتاخدها تسوي طاقة اللي هتاخد. اصل مجموعهم بيساوا حصل ايه؟ اه مجموع. قبل التصادم بيساوا بعض التصادم. حتى الان حتى انا مش كده مع حوار الطاقة. طب نيجي بقى عن كمية التحرك. كمية التحرك برضو نفس القصة. يعني انت لو كمية التحرك بتاعتك كانت مثلا بتاعت الفتون عشرة وبتاعت الالكترون صفر. فوالله ده بقى مثلا تلاتة يبقى ده سبع. الاول في اخر مجموع كميتي تحركوا الفتون والالكترون قبل التصادم. بتساوي كميتي تحرك الفتون والالكترون بعد التصادم. انا دلوقتي سؤالي. انت لو خدت بالك ان الارقام دي سابتة. يعني كتلة الالكترون ده رقم سابت. تسعة بوينت. واحد فعشرة قص سالب واحد تلاتية. سرعة الضوء دي تلاتة فعشرة قص تمانية. فطبيعي ناحية التانية هتفضل سابتة. السؤال هنا لكم. دلوقتي الالكترون سرعته زادت. زادت على حساب مين بقى? ايه دي? امي دي اللي هي مين? لماذا نحن هنا? سؤال صعب. كتلة الفتون بعد. بظهر. بالضبط يا ستا. كتلة الفتون. يعني لو خدت بالكم يا شباب ان سرعة الالكترون زادت. الكتلة تقلي فعلا. دي النقطة اللي بتكلم فيها. ودي النقطة اللي هتتكلم فيها دلوقتي. احنا قدرنا نقول ان كتلة الفتون اتغيرت. بس. فخلينا نشوف. انا هكيدة كده هفتح معكم. والله هحل معكم الاسئلة فيها. ولكن اللي بتكلم فيه انت تبقى فيها مستوعب بس. طيب. قلت له مستر كتابينا دلوقتي ما هو هيقعه بقى يقررن لك دايما هتلاقي في الاسئلة عمال يقررن لك. طب قبل التصدم. طب بعد التصدم. طب مرة واحد شد حلو التقطاع. انت بقى تعمل ايه? ركز في حتين دون. بص بقى. الحتة دي لو انت بتكتب معي بالله عليك تكتب الحتة دي. بص اك ده عندي. الالكترون. بعد. التصدم. كل حاجة. تزداد. الا. مي لمضة. الا ايه? الا مي لمضة. طب الفوتون. بعد التصدم. كل حاجة. تقل. الا. سي لمضة. مش فاهمك. اهو ام. و سي دول دول سبتين. الام قصد بيها هنا. و ثلاث. الالكترون. والايه هنا قصد بيها شحنة الالكترون. دول ارقام سابتة. والسي هنا قصد بيها سرعة الضوء. يبقى تاني. لو صلت على ما ريسها طوال سلام. كل حاجة في الالكترون. طب قال لك طاقة الالكترون هتحصل فيها ايه? قل له طاقة الالكترون تزداد. بعد التصدم. طب كمية تحرك الالكترون اللي هيحصل لها ولا يتزداد. طيب. قل له موجة من صاحبة لحركة الالكترون مشاركة. ده ازداد. الا الطاقة الالكترون يعمل ايه? يقل. لان هذا طبيعي. انه هو اكتسب طاقة. فانت عارف بقى حوار بقى طاقة الزيد. طرده يزيد طول موجة ايه? يقل. طيب حلو. الفاتون. كل حاجة فيه قلت. طاقة قلت. طردد قلت. كمية تحركه قلت. كتلته قلت. اي حاجة فيه قلت. ما هو. ما هو الطول اللي موجز بتاع ايه؟ يزداد. بس يا جماعة طول ما انت ماش Wohnung الفتين الىothing velocidade فيها حاس الطول اللي موجي ده عقوك والدين. فاهمني. اه 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 ام رح اه phi دايما هتلاقي التون موجي الى حد ما الى حد كبير هتلاقيه هو دايما عكس اعكاسه هنرجع نقول تاني الالكترون بعد التصادم كل حاجة فيها هتزداد اه الا ام ايه لمضة الا مي مي افتكت كده كلمة ايه ها مي لمضة طيب وفي الفوتون كل حاجة فيه هتقل الا كيه الا ايه سي لمضة الا مين سي لمضة حتى الان حد عنده مشكلة في الكلام ده حد عايز اشرح له اي حاجة الكلام قدامكم غوف ضرق كونتون هل حد عايز منكم اشرح له اي حاجة تاني حد منكم عايز اشرح له اي حاجة في الجزئية دي يا شباب اقول تاني حد عايز اشرح له اي حاجة طيب مما انكم جمدين جدا دلوقتي وجمدين تنين حد عايز يسأل عشان بس هسأل دلوقتي وانت اللي هترد عدرتك دلوقتي المفروض يتفتح قدامك الفايل بتاع كتاب الاسئلة هو افتح معي السؤال طب انا هتقول لي اي صفحة هقولك تلتمية وتمانين يلا هتديكم دقيقة انا هوقف اصلا فيديو للبوست كده حتى دلوقتي يا شباب بص برضه عشان ايه انا حاسكوا مقدرين من موضوع التصوير ورجعنا نسجل تاني فتعالوا نسأل نفسنا السؤال لابراد يلا اللي هطلبوني الجاوب يجاوب في ظهرككم تون الناسبة بين كتلة الالكترون قبل التصادم اللي كتلته وبعد التصادم الكتلة دي اللي هي ام يا امر عملتها ايه دال ماشي عشان هي بتساوي قبل التصادم والبعد التصادم بيساوي بعض طب ماشي يبقى جيم بقى بس المفروض جيم اه ما هو معنى كده ان كتلة الالكترون اه ما هو معنى كده ان كتلة الالكترون بقى واحد او لا لا هو هنا بيتكلم عن الالكترون كتلة الالكترون ايه سابتة مش اتفقنا مي لمضة اه الام والاي هم سابتين اللمضة ايه ده بتتغير طيب نسأل الحج شاه يا شاه ما عملت يا رقبتين ايه دال دال بص يا جماعة خلينا متفقين على حاجة ان الفترون في الاول تقطوا عالية يعني خلينا قول ان طاقت الاولاني بعد كده اكبر يعني يخسج جزء من طاقته فيبقى طاقته والتاني اقل وكذا ايه ثلاثة وطبيعي بالتبعية هتلاقي ان الطول الموجع لقعة عكسية فلمضة ثلاثة بعد كده لمضة اثنين بعد كده لمضة واحد فهتلاقي ده تحقق في مين دال الله ينور عليك كحاج نسأل مين سالي في ظهور الكمتون تثبت ايه يا صدي جيم تقريبا هي مش جيم هي مش تقريبا هي جيم تثبت الصفة الجسمية للفتونات وليس الالكترون جسمي كده 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 مفتش مشكلة طيب نسأل مين يالله يا لونا في ظهور الكمتون عندما استضم فتون على الترضو بالالكترون اي كميات الالتية تزداد للفتون بعد التصادم يعني الفتون بعد التصادم احنا قلنا كل حاجة فيه في الفتون هتقل الا حاجة هتزيد وحاجة ثبتة لو فكر الالمين مين تون الموجي بالضبط يا جماعة تاني في الفتون يا جماعة هتلاقي السي ثبتة واللمضة هي الماء اللي تتغير على حسب بقى انت بتتكلم من قبل التصادم ولا بعدها ففعلا تون الموجي في ظهور الكمتون وبرده وخليك ناصح جميعا انا بسؤل لك الحاجة حيرة وكده بس وانت بتتشغل دايما الطاقة والتردد اللي اتنين دون خلق واحدة يعني ما اعتبر الطاقة والتردد عارف انت الطاقة هي ايه التردد هي اتش ميو يعني انت معاك تردد بس معاك اتش اللي هو كده كده سابت فالتردد والطاقة حاجة واحدة بالنسبة لي طيب في ظهور الكمتون بعد التصادم لا يحدث نقص فيه نسأل مين نور عملتها ايه الف البيه والجيم ولا دال طيب لا يحدث نقص فيه الفوتون يا جماعة في ظهور الكمتون لا يحدث نقص فيه مي لمضة و سي لمضة قلنا دول اللي بيفضلوا سابتين دول بيفضلوا ايه سابتين فبالتالي لو اخدت بالك سرعة الدوق سرعة الدوق الاجابة هنا يا شباب دل ليه لان الام كتلة الالكترون وشحنة الالكترون وسرعة الدوق بيفضلوا سابتين طب رقم ستة وليس ستزعفني الوقت احلها ولكن في تأثيركم النسبة بين طاقت الفوتون طاقته بعد التصادم اذا طاقته قبل التصادم عملتها ايه يا مين مسألتهوش مصطفى فأنا كنت تفاكرها مثل رقم واحد عملتها تسبب واحد لا طاقت الفوتون بعد التصادم مش هو بعد التصادم فقط شوية من طاقته يصطفى اه يبقى أقل من واحد يبقى الزبطة تبقى أقل من واحد اه اقول تركوا حلوة تانية اقول تركوا من خصائص الفوتون اه نسأل مين مين مسألتوش ثانية كده كده سألتو صح حمزة ندال اه تمام اه انقلقت خصائص الفوتون لا سرعة سوي سرعة الضوء يمكن تعجيله لا ما تنفعش سرعة الفوتون نحرف بالمجال الكهرابي لانه هو أصلا عديم الشوح لما يخبط في الكترون مش ينحرف هل هنحرف بالمجال الكهرابي مجال الكهرابي؟ يعني ادي فيه موجة فيه موجة فوق اهو وده سالب فالالكترون هو اللي ينحرف عشان تضيه شحنة لكن الفوتون ليس لو شحنة الفيديو ده هيقفل نكمل فيديو البعض نرجع نرجع ثانية تانية طيب دلوقتي يا شباب حتى الان اتمنىك ان الاسئلة الضوء هنا مفهوح السؤال ده بقى هنا السؤال ده جامد بقول لك السؤال فوتون من اشعة اكس تقول الموجة كذا بالالكترون حر فزادت طاقة حركة الالكترون بالمقدار كذا يعني دي الطاقة اللي زادها الالكترون اذا دي الطاقة اللي خدها من الفوتون انا دلوقتي كما عشر جنيه لما خبطت او معي عشر جول الرجل الطيب اسمه شام خبط فيه فزقني كده فدخدت طاقة اكتر فبقى الطاقة بدل عشر جول بقى الطاقة كم سبعتاشر جول اذا انا اكتسبت منه كم سبعة هو بيقول لك دلوقتي يبقى دلوقتي لو خدت بالك فزاد الطاقة حركة الالكترون بمقدار كذا طب قال لي فانت تودل مجرد الفوتون اشعة اكس المشتتة يعني عايز تقطه بعد القصة دي اولا يا جماعة مع كامل احترامي لحضراتكم لا تهمل قوة كراسة المفاهيم في الجزء دي والله بجد انا يعني والله فعلا هتوفر عليك كمية رغي او كمية حفظ القوانين انت مش انت غير عنها لما تجيب يا شباب ان انت لو عايز تحفظ اي قانون تقطي الفوتون اهي اتش نيو وهس على لمضة ده سرعة الضوء لمضة نيو قانون فين خدماء قانون دلت الشغل موجود المعادلة بتاعت اينشتاين بتاعت اوسف كمية اول نص مف تربيع موجود دي حاجة انا اخذه بس المكلم فيه النمع ان انت ممكن بكل بساطة تم تحسب طاقة الفوتون قبلها صح انا خلطا او خلينا نتكلم بالعقل مش الطاقة اللي اكتسبها الالكترون الطاقة الالكترون دي عبارة عن طاقة الفوتون قبل التصادم ناقص طاقة الفوتون بعد التصادم قلت ليه ايوة ده منطق الكلام الطاقة دي عندي. الطاقة دي عندي. اهي. اللي هي طاقة الاكتسابة الالكترون. اللي هي واحد فاصلة. تمانية. خمسة تلاتة. فعشرة. السالب تمنتاشر. طب وبعدين. قال لي هو طاقة الفوتون قبل. مش منديج التون الموجي? اه. كليها هيسة على لامضة. وطبعا مطلوب سبعة. سبعة انجستروم. حط الكرة دي واحد. بقت فعشرة السالب عشرة. ناقص. ناقص مين? على لامضة اللي هو عايزها. هو عايز التون الموجي بعد التصادم. فطبيعي ان التون الموجي برضو عشان نبقى واقعين شوية ان هو زاد. طيب. في الحلقة دي تقدر تجيبها باكس على الالة. طيب. اه لو مش هتجيبها باكس على الالة. برضو عايز افكركم حاجة. ان احنا مسجلين السوابتة هي. الابتالي الالة ظهرت لكم على الشاشة طح? اخوانا الالة ظهرت لكم في الصورة. صح? وراء انا غلطان. طيب اي طيب. طيب. ماشي عشان بس لو يتعدت تبقى ظهر عندي بس ومش ظهر عندكم. طب بكل بساطة ان انت ممكن تعمل اهو واحد. تمانية. تمسة تلاتة. تمام? اه فعشرة. اس سالب تمانتاشر. وتكتب اهو الفا قلك. وبعد كده اتشي سي على للمضة دي. خبرك من انت برضو انت ممكن تاخد دول عمل مشترك. يعني تاخدهم كده وتخليها واحد على للمضة واحد على للمضة. ودي فكرة اسهل شوية. ولكن قد نعملتها. اهو. هعمل اهو. اتشي سي على للمضة. ادي بلانك. وادي السي. وادي فتحت قصة اهو. كتبت واحد على. سبعة. فعشرة قصة سالب عشرة. ناقص واحد على. والله بص انا خليها اكس. اه فعشرة قصة سالب عشرة. عشان تطلع لعلى طول من غير انجستروم يعني من غير محولة تاني. وبعد كده اروح تقافل كده. ودوسي قلق شفت قلق يساوي. طبعا هو بيأكد على ايه? على السوابت. فبدوسي سياوي. تلعي الناتج معايا لو خدت بالك يا شباب سبعة بوين صفر فاصلة خمسة واربعين. لو خدت بالك سبعة صفر فاصلة خمسة واربعين اللي هو انا واحد اللي جابا جيه. طب انا لو منك برضو مش عايزة تسحل ممكن عدا اجرب الاختيارات تحت كده والرقم اللي اطلاع لده. من غير ما اجيب اكس على الالة والرقم اللي اطلاع للمزبوط هشتغل بيه. اقول تاني يا شباب انت سؤال? فاشقال يمكن فيه خطوات كتير عشان بس انت بتحسب الطاقة مرتين. هلا اقول تاني? اقول لك عملنا ايه تاني بسرعة? اولي فتون? انا معاه فتون. فالفوتون ده طاقته جامدة او سبعة سبعة انجسترو. فاللي حصل ايبقى ان الالكترون ده خبط الفوتون ده خبط في الالكترون. فالالكترون ده خد طاقة مقدارها واحد بوين تمانية. فجينا اقول لنا الالكترون من اينا لك هذا? قال لك ما هو لسه خبط فيها. يعني الطاقة اللي انا خدتها دي الطاقة اللي انا خدتها دي لسه وخدها من الفوتون. فمعنى كده ان الطاقة اللي انا خدتها دي اللي هي حطيتها هنا دي هي طاقة الفوتون قبل التصادم وشيل منها طاقة الفوتون بعد التصادم هتطلع الطاقة دي. يعني كان كان انا معلتش مع كامل احترامي دي اهو الراجل ده كان مع عشرين جنيه فانا خبطت فيه خدت منه ايه? خدت منه ثلاثة. فمعنى كده ان هو بقى معه سبعتاشر. انا كل اللي انا طلبوا منك بقى تحسيب لي. السبعتاشر دي. هو دلوقتي روح تاخد كتبت القانون اهو على لامضة اللي هو من الديهاني. ناقص على لامضة اللي هو عايزه. اللي هو بعد التصادق. اعلمني? وبالتالي روح تعملها باكس على الالة وزي ما انت حضارك وشوفته. هل اوضع تاني? احنا عملناه في عشرة سربع عشرة يا دي. عشان وحدة الانجستروم. فاهمني? هتلاقي عشرة سربع عشرة. في الفيديو اللي انا بعد تقولك في اللينك بتاع الدرايف ده. هتلاقي في فيديو اصل اول فيديو انا تقريبا صورته في الاستوديو. هو كان فيديو التحويلات. فارروح تترج عليه. هي حيمسترها في دماغك. وهتلاقي مكررها مرتين ولا حاجة. فانت هتلاقيها ايش تحفظتهم يعني. الانجستروم ايه? وزوية كورة فضربها في عشرة سربع عشرة. طيب? طيب. نيجي بقى للسؤال ده. السؤال ده برضو عشان او بصالح معكم واسأل رياضة بحتة. يعني ده سؤال عايز مش مش عيقيتة رياضة. بس سؤال ايش تا يعني? فتعالوا نحل. فبقى للشكل المقابل يعبر عن ظاهر الكومتون بحيث تغير الطاقة بمقدار دلتا ايه. فان في اذا كان سابت هو اتش. وسرعة الدوق سي. فان مقدار اتش سي على دلتا ايه. حتى لو خدت بالك دلتا ايه اصلا او ايه عمتا بتساوي هصة على لمضة. فهو عايز اللمضة الواحدة. لو خدت بالك يا شباب انت في التغير بتاعتني الموجة عمتا. لو عايز تقول لي دي دلتا ايه. هتقول لي اتش سي على واحد على لمضة واحد ناقص واحد على لمضة اتنين. وعلى فكرة ده هو الله اللي عملته دل وقت ما انا بحيل. الفكرة ما ان هو عايز ايه? ان هو عايز عايزك تحيل الجزء ايه دي. فدي كده اه من شبه القادون التوازي. اه. يعني اه اه لما تيجي تواحد المقامات هتضرب ده ده اهو اتش سي. ولهو هتضربهم اهو لمضة واحد لمضة اتنين. وتعمل ماس. تقدر لمضة واحد ودي ناقص لمضة اتنين. طيب وهو دي دلتا ايه? هو بقى عايز منك ايه? فان مقدار اتش سي على لمضة. هو عايزك تجيب دل واحدة في طرف. عايزك تنزل دي. فانت لما هتودي ده بالاسمة هتودي ده النحية التانية. هتلاقي النتج معك تطلع بكم? لما توادي ده تحت. هتلاقي النتج وتودي ده النحية التانية فالنتج ده كله. او الجزئية دي كلها عشان تبقى فاهم بس. لما توديها النحية التانية هتتشقلب. هتبقى ايه? هتبقى لمضة واحد. لمضة اتنين على لمضة واحد. على لمضة واحد دقص لمضة اتنين. اه مش طالع علم الرياضة حتى. هو عايز حد فوضي. يوحد المقامات ده مش اكتر. ولكن ده ده دي الاجابة يعني. نقول تاني يا شباب. اقول تاني. تاني. يا هو دلت اي على 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 فانت طابعين ان انت تجيب الفرق في اللمضة فتقول له ايه? المفروض ان انا اقول لمضة اتنين لقص لمضة واحد. ده الصح يعني. عشان التون الموجة الكبير لنقص التون الموجة الصغير. بس انا كده كان مش فارقة معي. حترت له معاب السالب هو مقدار المقدار مش يفرق. المهم يعني بغض النظر ان انا دلوقتي هروح اعمل اتش سي ولمضة اتنين لقص لمضة واحد ودي لمضة واحد على لمضة اتنين. او حط المقامات فانا طبيعي ان انا ودي الناحية التانية فهتشألكه. بس. ده 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 كده قانون. اه السؤال ورقم عشرة. اه. هنبدأ نتكلم بقى هنا على خصوص الفاتوان. هركزوا معي في الجزء اللي جاي دي بقى. بص يا شباب. دلوقتي حضرتك قررت بعد ما اتخلص الحصة الشقية دي. تروح تعمل نفسك. الصحور اعلامي بقى. فانت وجي مماوي جامل جدا فروح تعمل ايه? جاي بقى منزان حساس. فهمني? وجبت الغيف الخبز. العيش. ورح تحطه كده على النزان. فاطلع لك نيت جرام. حلو? نيت جرام. فروح تي. جاي انت جاي باستيكينة الشقية وعال رخامة كده رح تنزع لغيف ايه الخبز كده حيتيتين. ورح تقولت ايه ده? الفوضى بقى. تهمني. وروح تجابل ايه? الحيتيتين دول. اهمت. وروح تحطيتهم على الميزان تاني. فاطلعوا لك. هل هيطلعوا لك مية جرام بالضبط? ولا هيطلعوا لك اقل? ولا طلعوا قديه? فكر معي كده. هيا. هيا اخوان. هيتلاعوا مية. حد قل مية. حد عنده قول اخر. هيا. نسأل سالي. منك رح تسحار يا سالي مع الاسرة. هل يا سالي هيتلاعوا مية بالضبط? ولا ممكن ينقصوا حبا بغيرها لحاجة? ممكن ينقصوا حبا صوار. ده منطقي ان انت لو انت بتقطع رغيف فانت ممكن يوع منه شوية فتا فيه. يا عمي جبت لغيب خبز مصري فانت طبيعي ان انت تلاقيه في شوية ردة واق. الفكرة كلها خلينا نقول واق منه جرام او 99 جرام. اهو ده باللي بيحصل الشباب. اللي بيحصل اي بقى? اللي بيحصل عند انشطار الزرة. في الكمبيلة الزرية. الزرة بتنشطر فبتديك زريتين تانين. الفكرة كلها ده ان انشطار ده بيحصل فيه فقد فقد صغير في الطاقة. تاني فقد صغير في في الكتلة اسف. الفقر الصغير في الكتلة ده. اينشتان قال لك ده يتحول لكم مهول جدا من الطاقة. فبالتالي لو خدت بانك وتبقى للمعادلة ان الاي بتساوي امي سي تربيع. مهما كانت الكتلة اللي انت هتحولها صغيرة فانت هتضربها في مربع سرعة الضوء اللي هو تلاتة فعشرة قس تمانية تربيع اللي هو كام اللي هو تسعة فعشرة قس ستاشر يعني تسعة قسودة ستاشر سفر. فالفكرة كلها شبابه دي فكرة اللي اعتمد عليها الكمبيلة الزرية والقنابل النوية كلها والتفاعلات الكاميائية الشبيئة التفاعلات النوية ان عند انشطار زرة. ويا سلام بقى لو زرة تقيلة فانشطرت انشطارها بينتج عضنه فقد صغير جدا في الكتلة. الكتلة هنا بتحطها فبتلاقي ان هي تحولت لكم مهول جدا من الطاقة ودي الفكرة كلها اللي ممكن تقدر بيعملوا بها المفاعلات النوية اللي تقدر بتنتج بها الكهرباء وفي نفس الوقت برضو بيعملوا بيها القنابل الزرية اللي بيموتوا بها البنقادمين. البنقادمين يموتوا البنقادمين. ويعني في ربنا اسمه العبل في الآخر هيحسب كل البنقادمين. فنرجع لموضوعنا. ايه? البوينت اللي دي كده اخلصنا منها. فدلوقتي نيجل خصائص الفوتون. ايه هي? خصائص الفوتون لحظة. شاية جدا. اه شاية دي. ايه? لما تيجي بص تشلقوا على حصائص الفوتون ايه اللي يحصل? قال لي يا مستر بكل بساطة خصائص الفوتون. كم حصية? حيات بسيطة كده. لحصة بحصة بس وبعد. ايه اللي حد? لو خدت بالك صلاة على الله عليه السلام بحصائص الفوتون بسيطة ايه? اهو ده الفوتون اهو. ده الفوتون اللي هو الحزان احزان اهو. ده الفوتون. اول خاصية لي ان هو اللي هو طاقة. فطاقة الفوتون طاقة الفوتون ان ال اي بتساوي اتش او هص على لمضة. طب حلو. برضو لهو تردد. قال لي طب تردد الفوتون ايه? النيوب بتاعك النيوب لو هو التردد. بيتساوي سي على لمضة. وممكن تحفز قانون بتاع السيه بتساوي لمضة نيوب. وتطلع منه التردد الموجي والتردد. اخر حاجة او دي مش اخر حاجة بقى. اهم حاجة ان الفوتون له كتلة. بس هو متحرك بس. يعني اولا تده لازم اقول لك انه ليس له كتلة سكون. يعني الفوتون عندما يسكن او يصطدم بجسم تتحول كتلاته الى طاقة امتصى الجسم الذي اوقفه. يعني الضوء دلوقتي في فوتونات خبطت فيها. في فوتونات منها ارتدت. عشان ما قدرتش تأثر عليك جسم ضخم بالنسبة لها. وما قدرتش تفوت من خلالي لانها ما عرفتش تعدي من خلال مسافات البينيات في الجلد. تمام? ولكن دلوقتي يا شباب في فوتونات اصطدمت فيها تحولت. تحولت لطاقة. انت الصهر بس. فاعملنا يا شباب? لو خدت بالك الفوتون ليس له كتلة سكون. يبقى كتلة الفوتون وهو ساكن صفر. طب نقطة كمان. طب انا دلوقتي مش الطاقة لسه واخدين قانون للطاقة تاني جديد. اسمه ميستر بيعة. يبقى الطاقة بتسوي اتش نيو او هس عبر ضمضة او ايه او ميستر بيعة. قال لي يا ميستر طيب. الام دي عايزها لوحدها. انت لك بكل بساطة نود السي ناحية التانية. فيبقى الام بتساوي. ايه على سي تربيع? او اتش نيو على سي تربيع? او نفك النيو مش النيو سي على لمضة? اه 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 اتش سي تربيع وهنا هنفك النيو اهي. نخليها ايه? سي على ايه? على لمضة. هتلاقي السي دي راحت معه التربيع فاللخص كده الدنيا ونجد انه? الاستيكة فين? احفظة واحدة عشان الاستيكة راحت ورد بتاعه. مش مهم. فبالتالي الخلاصة هتلاقي ان الناتج بتاعك بقى ايه? بقى لمضة اتش على سي وضي لمضة. فده الخلون بتاعة الكتلة. طب ايه دي يا مستر انا هحفظ كل القوانين دي? قلت لك عب عليك عب عليك مستر الاسلام مش يسوح. اهو. كل قوانين الكتلة بتاعة الفطول اهي. اهي. كل القوانين اللي انا كتبتها ايه. ايه على سي تربيع اتش نيو على سي تربيع اتش على سي رم. لا تقلق. عشان كده بتديك كرسل مافهيم من بدري. عشان تعرف تحلي بقى الاسئلة زي دي. عدرتك قط القوانين قدامك وتعيش وتتعايش. طب. النقطة التانية برضو. فمعايزك تفهم مش اكتر بس النقطة الجاية دي. له كمية التحرك. وطبيعي برضو لكم ميت تحرك وبالبطة ايه بتحرك. فقادي بي اللي بتساوي مي سي. فتعلمت ناخد الامة. مش الامة كانت ايه على سي تربيع اه. ايه. ايه على سي تربيع ودي سي فالسي هتروح مع التربيع فتبقى ايه على سي. طب ال ايه ممكن تتفاكل ايه? اتش النيو على سي. طب عايزين نفك النيو دي هتتفاكل ايه? سي على ايه على لمضة. اهي. فبالتالي هتبقى ايه اتش على لمضة. طب هل قوانين كمية التحرك دي موجودة? اه والله كمية التحرك البيئة هي. بتساوي mc i على c h على لمضة. طيب. النقطتين تانيين. الضوء له قوة. وله قدرة. طب قوة الضوء دي افكرتها. تعال انا شرح الاستنتاج وبعد كده اقول لك. او الاف لو انت عايز تحافظ القناة طول. الاف بتساوي ايه? اتنين بي دابريو على سي. اتنين بي دابريو على سي. والقدرة اللي هي البي دابريو اصلا بتساوي ايه? اتش نيو فاي ال. هنفل. تاني كده اتش نيو ايه? اه? تاني. هنفل. صح? وطبعا هوجد هناك احدهما يقول لك هنفل ايه? نرح نصحر. ونسيبنا من درس الفيزياء الحقير ده. ربنا سامحك. شكرا شكرا يا مؤدد. يا رب تكونوا معي ودسة معي عشان انا حسنا انا باش رح نفسي يسا اجراش حاجة. ده هناك احدهما يدع الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الهداية. فسقط عليه فتون بكمية تحرك امي سي. فرتد من عليه الفتون بكمية تحرك سالب امي سي. فلو خدت بلك يبقى التغير في كمية التحرك والديلت بي ايه اللي بتساوي ايه? بتساوي اتنين امي سي. جات مينين? امي سي ناقص ناقص امي سي عشان في عكس الاتجاه. فالسالب السالب بموجة بتطلع اتنين امي سي. قال لي حلو الكلام. طب الكلام ده لو فتون واحد. طب لو فتونين هضراف اتنين. لو تلاتة هضراف تلاتة. لو اربعة هضراف اربعة. قلت لما تراح مخك. قلت بتدلت بي ايه اللي بتساوي? اتنين. للشعاع كله بقى. امي سي وادي هنا نحط هنا ان عدد الفتونات. قلت لك يا وستر طب ما هو هنا بقى تعالى بحقوق كده. اهو وعندما يكون معدل مسحية دي كده معدل سقوط الفتونات. حلو. ايه فاي اللي دي عمل حالك? الفاي اللي بي اللي هي عبارة عن كم فتون هيسقط في كم سنية? في الزمن. عدد الفتونات السقطة على الزمن. قال لي يا مستر طب انت لما تيجي تقسم ده على الزمن. طب ايه تقسم الناحية التانية على الزمن? نتقول له اه فعلا. فتبقى هنا اتنين امي سي فاي الل. طب والبي اللي على تي دي دي كبقى? جاء الحج نيوتن والناس بتوعين المرياضة قال لك القانون التاني نيوتن. القانون التاني نيوتن قال لك ان القوة القوة اللي هي الاف بتساوي معدل التغير في كمية التحرك. يعني كمية التحرك عن الزمن ده يساوي القوة. فنشيل دول ونحط الاف. فالاف بتساوي اتنين امي سي فاي الل. طب مش انت لسه من شوية اللي ان الامي سي دي من كارس المفاهيمي اهو اعم او مش من كارس المفاهيمي امي سي دي بتساوي اتش نيو. على سي طبعا اتش لنا لاملة دي دلوقتي ايه. اتش نيو على سي ومتلك اهو. وموجود عددك والله في كارس المفاهيم فما تقلقش يعني انا مجار بس بفاهيمك القانون جمنين يعني. او كان بيجي زمن السنتاج بس دلوقتي يعني. اتنين كده هتلاقي هتلاقي ان اتنين اتش نيو او اتنين اتش نيو على سي ودي فاي ال. ركزوا معا بقى بجد والله الحيطة دي مهمة. مهمة عشان تفهمها. ايه اللي حشر القدرة في الموضوع يعني ايه اللي حشر الوط في الموضوع. بصوا. انا كده كده هجي هشيل لك اهو. القدرة بس تعلان الفهم جات من ايه. صلى عن نبيك. قدرة الضو او القدرة عمتن طاقة على زي وط او فاي او اي تربيع في ار او بي تربيع على ار صح? وانتو خدتوا ان الطاقة بتساوي اتش نيو صح? هلو خدت بالك القدرة بتساوي خلينا اقول بذل طاقة بقى خليها ايه? هي اتش نيو على تيه. طب الكلام ده لو فتون واحد. طب يفرد عندك تلات اربع فتونات. يعني عندك اكتر من فتون هتعمل ايه? هضرب في ان. يعني انا دلوقتي لو عندي شوية فتونات هعمل ايه? هجيب عدد الفتونات واشتغل. طب في الحالة دي نعمل ايه بقى. قال لي طب مش ان على تيه دي. اللي انت لسه ايه? اللي ان هي الفاي اللي هي عدد الفتونات على الزمن. قلت لك اه. يبقى البي دابليو بتساوي اتش نيو فاي اللي هي ايه? اللي هي هنفل يعني ايه? هنخلع. هلو خدت بالك بكل بساطة شيلت انا دول. شيلت انا الاتش نيو فاي اللي دي. وحطت مكانها القدرة. تمام? عشان كده بقيت الايه? القدرة بتساوي هنفل. وبالتالي بقيت الاف بتاعتك بتساوي اتنين بي دابليو على سي. والبي دابليو بتساوي ايه? اتش نيو فاي اللي. وساعات بممكن بصراحة ساعات ممكن يطلب يطلب منك من هنا عدد الفتونات على الزمن. او عدد الفتونات يعني. طب هل الكلام ده موجود عندك في القرصة اه? القوة جايب لك اهي اتنين ام بسي فاي اللي. او اتنين اتش نيو على سي فاي اللي. او اتنين بي دابليو على سي. القدرة هو مش كتب لك ان ال ايه بتساوي اتش نيو. عشان كده هو كتب لك الطاقة بس في المطلق فاي اللي. عشان لو طلب بينك التون الموجي تعرف تتعيش وتتعيش. فهو جايبها لك بصراحة. هو شابه عليه في الجزء ده. يعني هو سينا سايب لك بس الاسئلة تحت الفاصل الخامس للجزء ايه بتاعت الفاهم منك. فاهم ما تحل. طيب. نيجي بالبوينت تانية ونيجي النقطة تانية وهي ايه? يبقى انت دلوقتي عرفت ايه خصاص الفوتون? طمام? ويه ناس اقول الله تيسير وان تكون الامور طيبة. حد عنده اي تساؤل في اي حتة? حد عنده تساؤل في اي حتة في الجزء دي? ها. حد مش مبسوط طيب. نفتر عند سؤال. او امو رياست. يعني الفايل مش تساوي اتش على تي? اه بتساوي لأ ان على تي يسطل انت شايفها اتش. لكن هي ان عدد الفوتونات على الزمن. عشان كنت كتبها في الدفتر يعني اتش على تي. لأ هي ان. انا عامل ان الاتش بصت لان هي عاملة حقيرة هدفوق كده. ها. نسأل. ها يا شباب حتى الان حد عنده فيكم مشكلة? نسترقل عند سؤال. فضالي. واحنا ايه القرار ها يستخدموا. ولا كلهم. لا بصي بحسب المعطلات ولا كان انت دلوقتي المفروض تطلع الكراسة المفهيم وتبدي كراسة المفهيم للونا اللي انت مخدقة منها. والله ما امر. والله ما امر. يا مستر اتصالت لتب لونا النهاردة وهي ما ردتش. دلوقتي دلوقتي سأخذيها بس اقفل فيديو ضحزة كده. يبقى دلوقتي ترجع تاني يا شباب حضراتكو وقت تفتح كتاب الكراسة المفهيم. اه تستعين بالله سبحانه وتعالى وتكتب تحل السؤال رقم عشرة. والسؤال رقم حداشر. السؤال رقم اتناشر هو رخم شوية بس هيستحل. اتناشر. والسؤال رقم ترتاشر. واربعتاشر. وخمستاشر. وستاشر كله. وسبعتاشر. وطمانتاشر. وتسعتاشر. وعشرين. واي حد بيشوف الفيديو ده في اي وقت ما. الى رب لو محلت. يعني اطلع ك Long enStephies. وسبعةvil الجدع. اللي هو يفضل梅داIKك على طول. حس blocks. 21 و22. و23 هو جاهل لك. كل اسئلة ده تحل دلوقتي. كل اسئلة ده ت تحل حالة ده. حسنا. حسنا. شوية يعني يههل بالفعل بس الزوم ده. هو ههل في الهيب تاني. حسنا. عشر دهجا. كده ولا رمع ساعة. عشر دهجا. انا افتر انا معايش وردكواني رفت انا عارف انك هتسكنا تبدأ اسياح دلوقتي صح عشان كده خالتي هقفل بحيث ان انت تفتحي الكراس المفهيم البيدي اف بتاعها موجود عندك في الجروب تخش تفتحيها انا هقفل عشان كده انا طبعا جماعتنا الحج حمزة والحج مصطفى الفيديو 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 بوزي ليش خرمان تاشهر دلوقتي صلع دلوقتي صلع دلوقتي صلع دلوقتي يا طرس صلع اولاني نسأل بعض الناس نسأل دكتورة ابو شمانديسة امر ان شاء الله يا رب يوفاك ويكرمك كده وتبب شمانديسة ادي الدنيا صلع دلوقتي ايه انا حطابة ما عرفش دي طيب ما تعرفش ليه ايه حاء صح نسأل حد تاني حد تلان حد عنده اجابة مختلفة عن به انا انا حطاب جيم ماشا اول اجابة جيم مجد عن ليه لان سرعة الفتونات سرعة الفتونات سبتة هي سرعة الدوق سرعة الفتونات لا تتغير سرعة الفتونات سبتة انت بتتعامل مع سرعة الفتونات ان هي شيء سابق تمام هذه النقطة سؤال التاني ده سؤال مجرد حضرتك مع كامل احترامي لحضرتك وكلكم على رأس من فوق اولا نان وتفقرك بناين يعني عشرة أسر بناين تمام وبكل بساطة هو عايز كتلة الفتونات انا دلوقتي مع كامل احترامي لحضرتك اديني جميلة خلص السوابت يا شباب السوابت هو الريدمي ده لك هارس المفهيم ولكن نروح بعد كارس المفهيم كده كتلة الفتونات فين القانون اللي فيه لمضة اهو انا كل اللي انا هعمله ان انا اسمي اللي او اكتب اهو اهو هكتب اهو ان كتلة الفتونات ان الام بتاعتي بالساوي اتش على سي ودي لمضة بس كده ثلاث ما اكو كامل يا شبابة حد طالع وحدي اختلاف في الارقام ولا حاجة عشان مثلا لو مفيش اختلاف مفيش اختلاف هوا جماعة انت حرفيه هنا جماعة المعاكين كرس المفهيم زي وقلتلك الموضوع بسيط الاسئلة اللي فيها شرح اشرح السؤال ده بقى في شرح ان السؤال ده في شرح اه 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 تعالي نسأل مينه نسأل سالي عملت ايه يا سالي عملت وعرف طب نسأل لونة عملت ايه انه عفش حلا معرفتيش? انا برضو. ما استغلت الوقت دخلت. ما عايزتش هتعيده? عايز اعني سؤال اللي هو 11? 11 قلنا تاني كل اللي انت هتعمليها بص على كراس المفاهيم اللي انت واخداها. فاهماني? واحد دقائق. الام هي. بيتسوي اتش على سي رمضة. هو عايز الكتلة. عايز الكتلة. فايه القالون اللي فيه التول الموجة اهو? اللي القالون اللي فيه التول الموجة اهو? ان الكتلة الام بيتسوي اتش على سي رمضة بس. اه ده سهل. احنا نتحدث في التانية بقى. بص اخبارنا بقى. التانية ده ممكن تحله ترتيب. هتحله بنورد اللي كده وتطلع الدحية اللي جواك. فانت هتحول. ايه الف. بس ازاي تحلها بالنظب? انت لو مذاكر انا هجيب لكم ان شاء الله اسبوع ده اه اسئلة او ورقة ورقة للاكواد. اه ورقة تاني لحال تتطبع في الاكواد وللأسف للأسف للأسف ورقة الاكواد مش معايا هنا. اه 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 الاكواد لو خدت بالك انت هتلاقي عندك شوية حاجات كده في ورقة الاكواد. انت واخدهم. صح? اه هتلاقي مكتوب هو عايز الطاقة. فالطاقة بالجول. فالجول عنده الف ومتين. مكتوب عنده الف ومتين. ولو اي حد فيكم فتح كرس ما فيه في الاخر هيلاقي ورقة الاكواد اللي انا مدهي لك. انت اجرب كمية التحرق بمية وخمسين. سرعة الضوء بتمانية. اعملهم على الاية هتطلع لك الف ومتين. اذا هي دي الطاقة. يعني ده لو حد هيحلي بالاكواد هتطلع معاه سكينة في الحلاوة وزي الفل. اقول تاني هتجرب في دول مش هتطلع تصبت معاك. النقطة التانية لو انت فكت البي ال ال الام سي وانت كده كده عندك سي فهتلاقي سي سي يبقى سي سي تربيعة. يبقى ام سي تربيع. ميس تربيع دي اللي هي كانت احد وحدات الطاقة واحد قوانين الطاقة. انت واخدين من القوانين الطاقة اهو ان الاي بتساوي ميس تربيع اهو. بس كده. فده سؤال تاني. طب نجي للسؤال بتاع الفتون. فتون طول الموجه كده فعايز كمية التحرك اهو معك يا ميلا احترامي حضرتك روح لقانون كمية التحرك اهو. هتلاقي ان فيه قانون بيقولك اتش على لمضة. فحتروح تجيب اتش على لمضة وتختارها. النسبة بين كمية تحرك الفتون اللي هي الدي اللي وخوتلته. برضو ده سؤال ده سؤال. ممكن تحله بالاكواد بمعنى. تقول لي كمية تحرك الفتون مية وخمسين. وجوتلته تمنتاشر تقريبا خمسة وسبعين حد يأكد لي. صحي وانا غلطان. اللي مع ورقة الاكواد هتلاف له في اخر وكرس ما فيه انت وانتش خمسة وسبعين او تأكد. اما اني معاتش في سؤال مرة ادي مية وخمسين على طمانتاشر بوينت خمسة وسبعين. في الاعتمانية. تمانية دي اللي هي ايه سرعة. هتختار سرعة الضوء. بس كده. شكرا. اول تاني. لو هتحلها بقى كما يجب. فانتهت اقل بس. لو هتلابتاشر لاحبتين ولاس. علشان بس بكل بساطة انت عايز كمية التحرك يسا ده صح? اه. تعالى بس على كده كمية التحرك. فين القانون في فين القانون الموجود عنك في الاختيارات اهو. صح. طيبني. انا كتخفضها ده اللي يعني. ولو عايز تجربها بالاكواد ده وانت حافظ الاكواد فعلا. جماعة. ليه بقولك احفظهم. انا ما حفظتهم شابل كده. بس صح تحل عليهم شوية. استخدمهم كده تلاقي نجد. انت عدك بيت حرك مية وخمسين. فاجرب سابل بلانك. اه. سابل بلانك انا مش حافظه. بس سابل بلانك ممكن نجيبه عن طريق الف ومئتين. على نص. على نص. يطلع الفين وربعمية. ده سابل بلانك. الفين وربعمية. والطول المجيب المتر على ستاشر. لو اسمت الفين وربعمية على ستاشر اهو. يقسمهم مهمة. الفين وربعمية. الفين وربعمية. على ستاشر. يساوي مية وخمسين. اللي هو كمية التحرك. بس. يعني اللي انا عايز اقوله لك. انا زمان كنت اقول لي زمالك ان الورقة دي تحل بيها ايه? تحل بيها اسئلة الاسئلة بتاعت. مثلا الوحدات بس. ان زيت الوحدة دي بتقول لك على مين? لكن انت ممكن تحلها في حاجات كتير. اصلي ده على ده وبيسوي كده. ايديك مين? اعملني? هممكن تحل بيها اكتر من حاجة. بس. لو انت قريدي مسيستما في دماغك. مش اكتر. اه. طب لو انت تحل ده بميورد اللي كمية التحرك الفتون وكتلته تساوي كم? كمية تحرك الفتون. اه. البي اللي هي امي سي. وكتلته اللي هي عبارة عن ايه? اللي هي عبارة عن اه 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 اه. كانت اي على سي تربيع. او امي سي تربيع. ممكن تجربها. هيتل لها مرة واحد اخر. صورة دي مع دي. يعني خلينا نعملها كده. كمية تحرك الفتون امي سي. اه. كتلته. كتلته امي بس. معلش. الامي هتروح مع الامي تبقى سي. مش عارف افكر في ايه. الامي هتروح مع الامي وكتلته. اللي هي امي هتروح في سي. يا تبقى صورة الدوق. بس. يعني لو عملتها بالاكواد عملتها. عملتها بالقلونة عملتها. خير وبركة. طيب. السؤال الرحم 15. بيقولي. اذا تضعفت. شدة. شدة يعني عدد. مش مش اتفاهم. شدة يعني ايه? عدد. فشدة انا بدور في الاختيارات. يعني على شدة يا عدد. قال لي دوق احد اللون. يعني احد طول الموجي. يعني طول الموجي واحد. يعني دوق مثلا احمر. دوق اخضر. دوق اصفر. فاهماني? ده طول موجي واحد. ان كمية حركة كل فتون من هذا الضوء. ولا تتغير ولا ايه حاجة. كمية تحرك دي زي الطاقة. بالاخر انا دلوقتي بدور. لقيته لعب في الشدة فانا بدور على الشدة. بدور على عدد. ما لقيتش عدد ولا شدة خلاص اكتبله لا تتغير. اقولتنا يا شباب في الحتة دي. يا حمزي. اه ادي له اي واحدة ادي له واحدة ابلع بقى. ابلع. يلا. ده سؤال برضو. مديك يا شباب هي 770. وانه متر انه يعني عشرة صلت تسعة. عايز الاي. الطاقة الاي بتساوي ايه. اتش. هس على دمضة. لانه جايب للطول الموجي. هتعود تعويض مباشر. فاهمني? معرفش هتطلع كام. كتلته مع كامل احترام لكم يعني. مع كامل احترام لكم. انتم حصل من غيركم. معاكم كراس المفهيم. كتلت الفوتون. القادون اللي فيه دمضة هو. اتش سي على لامضة. اهو. يبقى انت عايز البي ال هتقول لي اتش. على سي لامضة. بس كده. صح كده? طب عايز اه ده كتلته. انا جبت كمية تحركه. لأ دي تحت ايه. بي ال اللي بس ساوي ايه? اتش على لامضة. انا جبت الكتلته الاولة. اتش على سي لامضة. دي الكتلة. وكمية التحرك اللي هي اتش على لامضة. انا جبت كتلته. انا جبت كتلته. انا جبت كده كمية تحركه. حتى الان حد مش فاهم الكلام ده. طبعا يا جماعة. اتش هي هي. اتش بتاعتك. ستة فاصل ستة اتنين خمسة. عشر وسر باربعة وتراتين. اه كمية تحركه اللي قاسي في السرعة الضوء اللي هي كم? تلاتة فعشرة. قصة تمانية. متر عالثانية. بس كده. السؤال اللي بعد بعد ده 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 سؤال اللي بقى نبدأ نتكلم فيه شوك. بس خلاني اتكلم بالعقد. الاف. اه قلت الاف. طيب. انا برضو حطها الاف. طب خلاني اتكلم بالعقد. هو بقولي فوطون. انا حطه بي يا متر. طب اسمع بس مين. هو اولا مع كامل احترام اليكم. ما حد. اللي اختار جي موديال. ينامع الارض. يتف التفة الفوق. تنزل على وشه. ما رأش مين. متعترفش. متعترفش على دفسك. اللي اختارها دي ليه. ليه سرعة الفوطون. لان سرعة الفوطون سبتة. قلنا سرعة الفوطون سبتة. ما اتكلمنش فيه. هنا ما بيقول لي كمية تحرك. كمية تحرك. بتاعة اكس. طبعا. بتساوي بيقل. تساوي واحد. وكمية تحرك بتاعة واي. بتساوي اتنين بيقل. يعني اكس بواحد. وبيقل. وي بكام. وي باتنين. طبعا الطول الموجي. متوحد. فمعنى كده. ان الطول الموجي. بالظبط. الطول الموجي بتاعة اكس. هو اللي هيبقى المرادة اتنين. والطول الموجي بتاعة واي. هو اللي هيبقى ايه. واحد. يعني. الطول الموجي بتاع اكس هيبقى اكبر. فطبيعيا انا اقول ان الطول الموجي للفوتون اكس ضعف الطول الموجي للفوتون واي. يعني زي ما قلت لك ان الطول الموجي علاقة عكسية تقريبا معهم كلهم او يعني فعليا فعليا لو خدت بالك مع كاملة الترامي ديك يعني. تعني بص على الطول الموجي هنا مع الطاقة هتلاقيه تحت. بص على الطول الموجي هنا مع الكتلة هتلاقيه تحت. بص على كمية التحرك هتلاقيه تحت. فهمني? لو خدت بالك الطول الموجي مع تقريبا معهم كلهم زي ما انت شايف. انا مش انا مش بقول لك. فكك من انا ده كرص ما فين بتاعت الايه? بتاعت الوزارة. طيب? طيب. السؤال التاني. تمنتاشر اخترتوه ايه? اعلم. اعلم. ماشي. الف لي لانه صرف الضوء سابتة مش مالهاش علاقة باي حاجة في اي حتة. اه ترددهم. تردد وطاقة عرف اللي اتنين حرفين واجهين لهم عملة واحدة. يعني اللي اتنين حتى مش في عملة. مش وش وظهر. لا اللي اتنين حاجة واحدة. لانك التردد هو هو الطاقة بس حط اللي التردد بس سابت بلانك. سؤال زي ده برضو تقدر تحلو بطريقتين. تقدر تحلو ان انت انت هنا المفروض عارف اي عوى انك تكتب قانون الايه وتقول ان الايه بتساوي اتش نيو فتلاقي ان الايه عندك والنيو عندك فتقول ان الميل هو سابت بلانك. تمام? او تعمل حركة تانية تقول لي ان الايه على نيو فتفك الايه لاتش نيو ودي نيو فالنيو تروح مع النيو فتلاقي برضو اتش فده يبقى سابت بلانك. او تريح موخك برضو. وفي نفس الوقت هي تيجي تقول لي والله يا مصر بالصراع نبع لسات والسلام. انا حافظ الاكواد. فتلاقي ان الدي الف ومتين. ودي بنص. فتيجي تقسيمهم على بعض. يطلع لك ايه الفين ورمعمية. فبص عليها او تفتكرها كده في الاكواد. فتلاقي ايه اه انا شرحت لك بكتر من طريقة. يطرى السؤال هنا بقول لي شو عاد ضوئي احدة تون الموجي عدد فتوناته كم? يطرى من فيهم صح? يطرى هسأل مين بقى? حد يجواب يا شباب? جيم. جيم. حد يجواب حد عندنا. حد اختار حاجة بختلفة? يعني ايه ايه اجماع على جيم. مسترعي اللي بتقول ايه? اريف او جيم مش بتؤكرة. بص يا ماما. هي الاجابة جيم فعلا صح ولكن الف غلط. ليه? لان هو عايز بقول لك ايه هس على لامضة دي هي دي الطاقة اللي احنا متعودين عليه. وطبيعي ان انا هضربها في ان اللي هي عدد الفتونات. بس. طب ليه مأسماش على ان? لان في الاول في الاخر انا محتاج الطاقة كلية لشعر. فاهمني? بس. كل فتون في كل يطاقة فتون في عدده. طب اصرق الرقم اتنين وعشرين اه. اخترتوها ايه? يا بي يا دال. لا هي دال. يا اخوانة بس 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 بس. طول ما العلاقة زي ما انت شايفها كده. علاقة كسر ايه قولنا تختار دات. قولنا تختار دات. قولك ايه. حط مبدأ عندك اختار دات. اختار الزحلية على طول. الا في قانون واحد في الفصل الايه الاول. يعني انتو في العلاقات العكسية كلها في المنهج. انت ما شفتش. ما شفتش. ولا خط مستخين في علاقة عكسية غير في قانون واحد بس. فاهمني? بس. لان دي علاقة كسرية يا بنات. يا شباب. شخة النعام. فاهمني? بس. السؤال رقم 23 بيقول لي ايه? بيقول لي شو عضو ايه اه اوحادي الطول الموجي. اوحادي اللون يسقط على امساح معينة لفترة زمنية. اذا تضعفت مع كامل احترام ديكو يعني. ما تضعفت. تضعفت هي اصطى? شدة. شدة يعني عدد. عشان ده الحوار اللي كان بيرازيكه جدا في التأسير الكهردوي. يقول لك فلو زودت الشدة بمعدل مش عارف ايه فاتطاقة ايه اللي حصل لها? تبكين التحرك ايه اللي حصل لها? يا عمي شدة يعني عدد. شدة تزود. شدة يعني عدد يزود عدد. ايه كان عجام بقى? طاقة تزود طاقة. بس كده. طيب. اه برضو ده سؤال. بقول لك لامضة بتساوي اتش واحد على بي ال. فهنا ده السؤال ده معدل دي برو اللي نتكلم عليها دلوقتي ولكن هو لامضة بتساوي اتش على بي ال. فاللامضة عندك والواحد على بي ال عندك فهنا الاجابة هتبقى سابق بلانك لما تطلق مش حلوه. ولكن برضو انا عايزة او قريك هو فكرة الاكواد ان انت ممكن تقول الطول الموجب يتقاس بالمتر. يعني ستاشر. والده هو عبارة عن مية وخمسين قس سالب واحد. فانت تيجي تحسبها على الالة. طبعا انا ليه عملت قس سالب واحد عشان انا لديه واحد على بي ال. هروح تكتب هو على الالة. ستاشر على. اه مية وخمسين قس سالب واحد اهو قس سالب واحد. ماشي مع ان نسينا. لا انا لنش علاجها بقصده اصلا ليه استيلازمر سندوس نساوي. طبعا لك الفان وربعمية. اللي هي برضو هتبقى سابق بلانك. خبرك من لطة. ده الحوار ده يفيدك في الميل امتع? لما الميل يبقى حاجة واحدة. يعني الميل يبقى مثلا اه شد الطيار سابق بلانك كتلة. يتطل حاجة واحدة بس. هيفيدك جدا. هيفيدك ان انت بتنجز على طوبة وبتنخص. طبعا انا عمر اللي والله ما عدت حفزته. بس يمكن انا حصور كم حاجة كده وراء تحله فيه كتير. يعني وشيت كده في كتاب الوسام. اه فيه اسئلة كتير. ومش في اسئلة هو فيه كميات فيزيئية كتير. انت بتجربها بس تعد تجرب فيها في الاكواد كده تلاقي نفسك عفزت حبة منهم كتير. انا والله العظيم ما عدت حفزته. بس الفكرة كلها ان انت لو عدت حديت عليهم شوية حلوين كده مرة. هتلاقي نفسك فاكر ان شد التار 5 فرق جهد 120. اه. اقول لكم برضو على حاجة. انا حفزت النساب البلانك 1200 ازاي. انا فاكر ان التردد اه آسف 2400 ازاي. فاكر ان التردد 1200. انا عارف ان نساب البلانك. اتش يده بيتساوي اي على نيو. وعارف ان التردد. التردد سواء اف او نيو. هو نص. هو واحد على الزمن. الزمن باتنين واحد على الزمن. فلما جيت اسمت على نص فتأكدت ان انا هو با 2400. يعني ممكن انت تبقى عارف كم كمية تزيئة منهم وتزبطهم بالقوالين كده تحفظها. يعني يطلع لك الرقم انت عارف. بس. السؤال رقم 25 محتاج. السؤال ده بس السؤال ده انا محتاج اشرحه. يعني السؤال ده والسؤال ده انا محتاج اشرحه. فلو سمحتوا مركزوا معايا كده. عشان يبقى انا عادة احل معاكم على اكبر كما ممكن. تمام? ده سؤال مباشر. الطاقة النتيجة من تحول كتلة مجدرها كزا. انت كل ان انت عايز بتقول ان اي بتساوي ام سي تربيع. الام عندك والسي ثابت. اكل صنع انت طيب. اه برضو ده سؤال بيسألك على القوة. اه مع كامير احترامي ليك مع كامير احترامي كلكم على عراس من الفوق. ولكن لو حضرتك بصيتها رسل المفاهيم. هتلاقي ان القوة تساوي اتش 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 نيو في ال على سي. اه ده اتنين اتش نيو اهو. اتنين اتش نيو. اتنين اتش نيو. في ال على سي. مفيش في ال. طب تعمل ايه بقى? والله يا جماعة لو انت معندكش نيو. لو انت معندكش نيو. تقدر تجيب ايه لمضة? طب هو هلب هو ابن حلال? والله لو هو عملت كده شلت التردد وحطت قيمته. يعني انت ممكن تضيفها. تزيد اكتب اتنين اتش. ويتحط هنا لمضة ما هو سي على لمضة. في السي هتروح مع سي? اهو اتش لمضة في ال. اتيني اتش لمدة في ال. تيني اتش لمدة في ال. اذا بخدت بركو ده يطلع لك على طوان. اتش لمدة في ال. اتش لمدة فاي ال. هتطلع معك القوة. تاني اتش لمدة İyi HE. في ال скорее قد لك القوة. القوة برضو. الاف بتاعتك بخمسة وسبعين. انتم معي ولا ما الاعداء? عشان بسلا نحس انها بشح بالنفسي. على ما يبدو انها بشح بالنفسي. صح? طب بص اخي هي اخر كم حاجة بسلا انا هشرحهم. يعني هم سؤالين ده بكام سؤال ده. بقى كده يعني انا محتاج كبير ان انزل الله فعلا بسحور يعني. طب انا ده عايز سؤال. هل سؤال زي داي تقدر تعمل فيه الاكواد? اه. هتقول ازاي? بصوا يا شباب هنا في كمية التحرك. قال لك زادة كمية التحرك الجسم بمقدار خمسة وعشرين في المية. السؤال ده كده 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 محتاج يتحدث على هذا الشيط. فانا وصمحت احلو. انتم معي واسا ولا مع اعداء? عشان بس احس ان انا مش مع نفسي يعني. انتم يا شباب مركزين معي? معك يا مستر. معك يا مستر والله. والله معك. والله معك. انا اقسم بالله منامي يا مستر. ماشي يا سود piede واحدة. اقصو السؤال ده واتيك لعالله. اقصو اللي ضادة كمية التحرك بمقدار خمسة وعشرين في المية. يعني كمية التحرك الاولانية بيقل. فالله؟ دي بيقل واحد. بيقل لكن اذنين بقى عبارة عن كام? قال لي زادت بمقدار خمسة وعشرين في المية. يعني انا مرتبة الف جنيف هزادت بمقدار خمسة وعشرين في المية. فمعني كده الف جنيف خمسة وعشرين في المية على اللي كان معايا يعني زاد بي إل زائد يعني زاد ده واحد زائد 25 على مية بي إل فمعنى كده هيبقى واحد و 25 من مية بي إل قال ليه طبقا أنا بعد كده هعمل إيه لإني لإني ده مقدار زيادة تعال نتكلم كده يبقى معنى كده بي إل 2 بتساوي 1 بوينت 25 بي إل 1 طب تعال نبص على بي إل أصلا إيه هعبار عن إيه مف 2 بتساوي 1 وربع المف بتاعت الأولاني لإني كتلة اتفعنا أن ياسب طب حلو هو عايز يحشر القلوم ده في طاقة الحركة طب يعني يقول لك مقدار طاقة الحركة طب كي إيه 2 بتساوي حلو نص مف تربيع حلو الكلام دي كي إيه 1 خلينا نقول كي إيه 1 بتساوي نص إم فيه 1 تربيع وكي إي 2 بتساوي نص مف 2 تربيع طب قال لي طب أنا استفدت إيه من ده كله تقول له لحظة واحد مش أنت عندك بي إتنين دي بللي عليكم وركزوا في حيات الجديد بللي عليكم بي إتنين دي بتساوي 1 وربع فيه 1 بتقول لك آه طب ما تيجي نربعها عشان هنا بي إتنين بتربعة لما تيجي تربعة واحد وربع هيطلع لك واحد بوينت ستة وخمسين بس دي تربيع ودي تربيع بي واحد تربيع لما تيجي تعوض بالبي إتنين دي هنا في المعادلة دي هتلاقي إن كي إي 2 بتساوي نص مضروبة في أم بي اتنين بي واحد تربيع وطبعا مضروبة في واحد بوينت ستة وخمسين لو خدت بالك يا شباب إن النص والإم دي كل دون سبتين يعني لو خدت بالك في كل حالونا كتبت نص إم وده رقم سابت فمعنا كده إن المقدار الزيادة عندك الكي إي بتاعتك كي إي واحد أو كي إي اتنين بتساوي واحد بوينت ستة وخمسين كي إي واحد طب وبعدين هو عايز بقى مقدار الزيادة مقدار الزيادة ده اللي هو كام انت كنت واحد وزودت عليك كام خمسة وستين في المية فإذن هتيجي تلاقي مياه سفر فاصلة ستة وخمسين ده ستة وخمسين آسف هو ده مقدار الزيادة فلما تحولوا النسبة مقوية هيبقى خمسة وستة وخمسين في المية وأنا عارف إن أنتم ممكن مكنوا مش فهمتوا المسألة دي بشكل كويس فأنا هعيدها الثاني في الحصص أه هتقلوش وكمان المسألة الجاية هبقعدها في المسألة الثانية طاقة مقدارها 10-8 جول فإن مقدار الكتلة التي عايز يحولها عشان تتمد تمد المدينة بطاقة لمدة عام فإنت بالنسبة لك إنت عايز الزمن كله كامي عم الحاجة إنت محتاج دلوقتي الزمن 365 يوم وربح 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية طب إنت كده جدت الزمن الكل يبقى أنت كده عشان برضه تمامها في السرعة نحلها بسرعة يبقى 365 يوم وربح في 24 يوم في 60 في 60 تمام؟ ودوس يساوي هيتطلع لك الرقم المتخلف هندوس إن جي بس كده عشان نلخصه شوية هتلاقي الرقم 31.55 10 أس 6 31 55 10 أس 6 معنى كده دي ده الزمن الكل طب أنا كل ثانية من السنواني دي باخد 10 أس كام تماني طب ما هو معنى كده إن الطاقة الكلية هتساوي الطاقة بتاعت الزمن في الزمن كله 10 أس 8 في 31 35 55 10 أس كام 6 كده كده الرقم يبقى متخلف أكتر فى 6 و 8 تجمعه ما يطلع 15 لقى يطلع 14 يبقى 31 55 10 أس 14 جول طب إحنا عايزين كل ده بنعمله ليه عشان عشان الإي بالساوي م سي تربية هذه الإي بالساوي م سي تربية إحنا كده جبنا كل الطاقة اللي إحنا محتاجينها عايزين الإيم بقى الإيم بتاعتي هتساوي إي على سي تربية فالإي يا جماعة أتمنى من ربنا كنوا أصلا مركزين 31 بوينت 55 10 أس 14 على السي اللي هي 3 فى 10 أس 8 كل تربية 3 فى 10 أس 8 كل تربية هيطلع تقريبا الرقم ده تقريبا ما أظن إيه هيطلع رقم صغير جدا أنا مش فاهم حاجة عنك ما فهم قلت سي تقال أه أمور يصطع هو إيه قانونها اللي إحنا استعملنا ده إيه لأ ده قانون يصطع عشان نجيب زمن هو بقول لك في الثانية الواحدة أنا بستهلك 10 أس 8 جول فأنت عندك 31 بوينت 55 فى 10 أس 6 ثانية أنا فهمت قانون الزمن بس ما فهمتش قانون إيه يعني يصطع ما هو لا يد يجد على من عندنا لأ هو ده جاب عنا من عندنا عشان يصطع طبيعي بصوا داخل حاجة يصطع التشيرت الواحد بمية جنيه فإحنا نشتري دلوقتي 31 تشيرت يبقى ندفع كم 3,000 اللي هي عبارة عن كم اللي هي 31 تشيرت في مية جنيه بس في لا لا أنا عملت وضربت ال 31 بوينت 55 ثانية في العشرة والثمانية جول بس كده والما في الحاش يفكرني بس أشرحها ثاني في الحصة وطبعا تطلع ده التعليب نفس الله ينور عليك نفس بأسي تربيع كده بص الله ينور عليك يا زميلي تلعي كم تلعي 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 تألف يصطر زي بنا أنت فاك يلا هندنس بره وجوه هلا كده تألف كده تألف يو الله اصلا مش عشترك نعزل ايه التعاشر ده أربع ساعة شرح بس أنا محتاج بسا انت طلعتها بالجيلو جرام ما حوفوضنا حولها للجرام التعليم انت صح يتصدق وتؤمن بالله انت برينتس يا ده أنا غلطت يا ده صح جداعنا وحنصطلعتها بالكيلو جرام صفر فاصلة صفر ثلاثة انا مش درس بره جوه درس جوه بس لا بس نتعرسنا بس خمسة وثلاثين هتطلع التلاتة هتطلع حمسة وثلاثين جرام الاجابة مش الف الاجابة دي بس كيلو جرام جرام طبعا احنا هيسنا كلنا عشان نعايزين نعايزين اقوم الصحر في كل صان طيبين ورمضان كريم والله اكرم عايزين حاجة مني احد عايز مني اي حاجة سلام عليكم والسلام عليكم الله اكبر يلا جرام